موسيقى التحليلية من الميادين طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم المهنية بعد تسريب معلومات غير صحيحة تزييف غربي أمريكي للحقائق واتهامات جديدة هدفها تشويه سمعة البرنامج النووي الإيراني الانقسام الداخلي الأسرائيلي يزداد تعمقا مع تنامي الحديث عن الحرب الأهلية الحرب الحقيقية تلك التي يشنها الصهاينة على الفلسطوريين بما يهتم الغرب بعنوان الحرب الأهلية داخل إسرائيل موسيقى موادر إيجابية لحل الأزمة الإيرلندية بين لندن وبروكسل موسيقى هل يتيح الطيار المتشدد في حزب المحافظين رئيس الوزراء بسبب الانفراجة في ملف البريكزيت؟ موسيقى 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 في قضية اليوم بحار العالم نقاط جيوسياسية ساخنة ساحات قتال محتملة موسيقى موسيقى كيف تتشكل الجغرافية السياسية من خلال الرسائل وتصفية الحسابات عبر البحار والمحيطات موسيقى انتقدت الخارجية الإيرانية بشدة سلوكيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية متهمة إياها بالابتعاد عن المهنية جاء ذلك بعد تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية تناول البرنامج النووي الإيراني ووصفته طهران بالمشوه للحقائق أحمد البحراني موسيقى بحزم نفى الطهران تقارير غربية وصفتها بالمشوهة للحقائق عن تخصيبها اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من الحاجة إلى صنع قنبلة نووية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اعتبرت العثور على ذرات مخصبة بنسبة 84% لا يعني تقنيا التخصيب بهذه الدرجة أما الخارجية فاتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات إيران تتعامل بمهنية مع الوكالة الدرية ونتوقع منها أيضا التعامل بمهنية كيف تنعكس مثل هذه الأمور في الإعلام فورا بدلا من طرحها في إطار التعاون الفني والمباحثات الثنائية على السيد جروسي الإجابة فهذا تصرف غير مهني بعد أمريكا وتوريكا الأوروبية فإن ابتعاد الوكالة الذرية هي الأخرى عن المهنية كفيل بعرقلة المفاوضات النووية يقول البعض وهناك من يعز إثارة الملف إلى سبب آخر هناك بوادر لحل حلة موضوع الاتفاق النووي وصطت للعودة على أساس مسودة أكتوبر الماضي إثارة هذا الموضوع هو أولا لجمع الأوراق والضغط على إيران في أي مفاوضات قادمة ولكي لا تدفع الولايات المتحدة ثمن انسحابها من الاتفاق النووي انسحاب لا تزال الفرصة متاحة لتعويضه نسبيا لو تعاملت الأطراف الغربية بواقعية وبحسن نوايا يقول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبدالله أنه بمازلا عن مسجدات التوتر في العلاقة بين الوكالة الذرية وإيران تؤكد طهران أنها ستواصل الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبرغبتها بالعودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إذا قدم الطرف الآخر عرضا منطقيا مغريا يضمن رفع العقوبات عملية يحمد البحراني طهران الميادين مرئيس الميادين في طهران مالك عابدة كيف نفهم الموقف؟ إذن أو لماذا تتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران كاستثناء؟ وهل تحولت هذه الوكالة إلى أداة تستخدمها واشنطن لاستهداف حلفائها؟ مساء الخير الفتون حقيقة لماذا تتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران كاستثناء؟ هذا السؤال بالتحديد أرسلته إيران خلال الرسالة الأخيرة التي بعثت بها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي طلبت بتوضيح حول لماذا يتم تسريب المعلومات التي تتعلق بعمليات التفتيش وتتعلق بتحركات المفتشين الدوليين للطاقة الذرية المتواجدين في إيران فتون في إيران يوجد 21 منشأة نووية بينما يوجد في العالم نحو 730 منشأة خلال الثلاث سنوات الماضية أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو 2000 عملية تفتيش 500 منها فقط هي داخل الأراضي الإيرانية ورغم كل هذا لم يتم العثور على أي وثيقة أو أي دليل على يثبت أن إيران قد خرجت عن سلمية برنامجها النووي وكل هذه التقارئ التي تم تقديمها للوكالة الدولية تثبت سلمية البرنامج النووي الإيراني هذا من ناحية الإيرانيون اليوم ينظرون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها وكالة أو بأنها منظمة هي تتبع لأجهزة استخبارات الغرب وأجهزة استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية لأن كل ما يجري من تعامل ما بين إيران والوكالة الدولية سواء كان صغيرا أو كبيرا يتم نشره ويتم إعطاؤه وتسريبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم كما شاهدنا خلال الفترة السابقة بمحاولة استخدامه من أجل الضغط على إيران وهذه النظر سنعود أن تحدث عنها بالتفصيل معك مالك عابدة نظرة الإيرانية أيضا للعالم الغربي في إطار هذا الملف تحديدا لكن مراسل الميادين موسى السرور نستطلع معك الموقف البريطاني الحالي من الملف النووي الإيراني هل من أي تبدلات أو تحولات؟ نعم هناك مسلمة بريطانية هو عدم امتلاك إيران للتقنية النووية أو للسلاح النووي وبالتالي هي تسعى من خلال ذلك ومن خلال هذه الاستراتيجية إلى عدم امتلاكها عدم امتلاك تهران السلاح النووي لكن هناك سياسة تعتمدها بريطانيا هي تعتبر أن هذا الاتفاق الذي جرى مؤخرا هو ربما قد يكون وسيلة لمنع إيران من امتلاك هذا السلاح النووي وبالتالي هي لا تزال تصر أو تؤكد على موقفها بالرغم من بعض الضغوط التي مورست على الحكومة في زمن إدارة دونالد ترامب وحتى داخل حكومة المحافظين إلا أنها لا تزال تعتبر أن هذا الاتفاق هو اتفاق حيوي وهي تحاول إعادة إحيائه على اعتبار أن ذلك لا يعطي إيران أي فرصة لامتلاك السلاح النووي ولكن ترأى شيء جديد على الموقف البريطاني هو الانقسام داخل الحكومة البريطانية قبل نحو سبعين تقريبا صدر موقف في صحيفة الديلي تالي جراب يقول بأن بريطانيا تريد إعادة النظر ولكن تبين لاحقا أنها لا تزال تتمسك بموقفها بضرورة إعادة إحياء الاتفاق النووي هناك موقف متشدد يريد أن يكون هناك نوع من التشدد في الموقف يريد أن يضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب وتخلي عن الموقف السياسي في تعاطي مع الملف النووي الإيراني ولكن لا تزال حتى الآن حكومة سناك ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني وهذا يعيدني من جديد ليك ملك عابدة الحديث أكثر عن النظرة الإيرانية الحالية لمحاولة بعض الأطراف الغربية لتشويه الصورة وتزييف الحقائق فيما يتعلق بالملف النووي والبرنامج النووي الإيراني ننطلق طبعا مما ذكره تقريرنا في موضوع بلومبرغ وتقرير بلومبرغ دعم المعلومات التي أوردها تقرير بلومبرغ ليس الأول من نوعه يعني إيران تعرضت لهجمات أكثر من ذلك وتعرضت لاتهامات أوسع من ذلك لدرجة أنها وصلت لاتهامات تؤكد بأن إيران تنوي الامتلاك وصناعة أسلحة نووية ولكن التوقيت فتون التوقيت هنا يركز إيرانيون على التوقيت الذي يتتم فيه توجيه هكذا اتهامات أو تسريب هكذا معلومات من قبل وسائل الإعلام الغربية والتي يقف من خلفها يعني الأنظمة الغربية وأنظمة الدول التي تعاضي إيران والتي لا تريد لبرنامجها النووي أن يكتمل وأن يصل إلى نهايته التوقيت هنا نحن نتحدث عن جمود في المحادثات النووية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأخرى وبالتالي يريد البعض من خلال هذه الورقة وورقة الضغط على إيران بأنها تحاول الوصول أو تحاول تقصيب يورانيوم أعلى من 60% وأنه يصل إلى 84% تريد من خلال هذه الورقة أن تحصل على امتيازات أخرى في هذه المحادثات سنتقل إلى ملفنا ثاني مشاهدينا وإلى رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن الوضع الداخلي في إسرائيل الذي عد غير مألوف في رأي محللين في ظل تحذير من خطر ما يحصل على صورة إسرائيل في الخارج منال اسماعيل ولأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى الشهداء القادة الأسبوع الماضي عن الخلافات الداخلية في إسرائيل وضع اليد على الجرح ما استدعى تطرقا غير عادي من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو لهذا الكلام وفي جلسة الحكومة سمعت كلام نصر الله الذي تحدث عن التظاهرات المناهدة للحكومة وأقول له لا تبني على حرب بين الإخوة ذلك لن يحدث دعوة نتنياهو السيد نصر الله إلى عدم البناء على الخلافات الداخلية في إسرائيل لم تقنع الإسرائيليين أنفسهم قبل غيرهم وهو ما ظهر في كلام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ الذي أعاد تكرار مقتبسه الأمين العام لحزب الله عنه كما لم يقنع الكثير من المحللين في إسرائيل إنني قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي أرى أمام عيني الانقسامات والتصدعات داخلنا التي أصبحت أكثر عمقا وألما في هذا الوقت ولا يسعني إلا أن أفكر بجدية في حقيقة أنه في التاريخ نشأت دولة يهودية مرتين في أرض إسرائيل وانهارت قبل أن تبلغ عامها الثمانين من غير المألوف أن يرد نتنياهو على نصر الله ليس على هذا النحو في جلسة للحكومة وأعتقد أنه يجب أخذ ذلك بالحسبان هنا في الاستوديوهات لأن أعداءنا والمواطنين أيضا يرون جيدا ما يحدث هنا وهم مرتحون جدا لرؤيتنا نتصارع الرد غير المألوف بحسب وصف محللين من جانب نتنياهو على كلام السيد نصر الله يعكس القلق الإسرائيلية من تغطية وسائل الإعلام الخارجية لهذه المشاكل وتأثيرها في صورة إسرائيل في العالم في العالم العربي يعلقون على ما يحدث عندنا بتوسع كبير ويفركون أيديهم فرحا وهذا النقاش يتطور وهو ما نراه على شاشة قناة الميادين التي تقول إن إسرائيل ربما تجلب على نفسها بهذه الطريقة نهايتها وفي توصيف للواقع الإسرائيلي الحالي قال وزير الأمن الداخلي السابق أفكدور كهلاني إن الإسرائيليين موجودون في حرب أهلية وإنهم بالفعل في منتصف الحرب بالرغم من أنهم لم يطلقوا النار حتى الآن وجير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر واللحام أبدأ من حيث انتهت زمينتنا منال في هذا التقرير لم يطلق الإسرائيليون النار حتى الآن لكن الحديث الآن يتم عن هذه الحرب الأهلية متى يمكننا القول بأن الحرب الأهلية بدأت ما بين الإسرائيليين مع هذا الانقسام الطولي الذي يزيد يوما تلوى الآخر وما هي أداة القياس تحياتي فتون السؤال مهم وموجز وواقع متى يمكن القول أن هناك حرب أهلية حين يطلق الإسرائيليون النار على بعضهم ما تقولون بعضهم منطل لكن لا أظن منذ البداية أن هذا ما سيحدث الخشية من اغتيالات سياسية يحشى الإسرائيليون تكرار تجربة اليمين حين اغتال أسحاق ربيل لأنه وقع السلام مع ياسر عرفان اغتيالات سياسية هي أداة القياس أما النتيجة إذا ما وقع اغتيالات سياسية فسيكون هجرة مضافة عودة اليهود إلى أوروبا البعض يقول أنه أربعين ألف سائل غادروا فلسطين وعدوا إلى أوروبا وإلى الغرب وهذا منطق قد يكون العدد مضاعفا وأكثر من ذلك وقد يتضاعف أكثر وأكثر المشكلة أنه مصطلح الحرب الأهلية هو مصطلح استخدمه الإعلام الإسرائيلي واستخدمته أدوات الحكم الإسرائيلية وروجت له أسان الإعلام الأمريكية والغربية هم الذين قالوا أنهم على أبواب حرب أهلية وهم الذين الآن يقولون أن أصر الله فارح لأن هناك حرب أهلية الحرب الحقيقية موجودة ضد الفلسطينيين الذبح والقتل والأباركايد مصادرة الأراضي هدم المنازل كل ما فعلته الفاشية والنازية تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين ولا يتولى على ذكها والغريب أن المحلين الغربيين قلقانين من حرب أهلية لكن ليسوا قلقين من الحرب الحقيقية في شعفات وشوارع القدس وضد المسجد راكبا نعم مخيم جن أعود لك في الشقة المتعلقة بإيران ما بينها وما بين الكيان الإسرائيلي المحتل هل يمكن التكهن باحتمال تصعيد إسرائيلي إيراني يهدف نتنياهو من خلاله إلى توجيه الأنظار وتشتيتها من الداخل الإسرائيلي إلى الخارج فتون الموقف الذي يمر به رئيس حكومة الاحتلال من يمين نتنياهو حقيقة ليس سهلا وقد يدفعه هذا الأمر أو هذا المأزق إلى التفكير بالكثير من الخيارات أو بكافة الخيارات ومنها تصعيد عسكري مثلا مع إيران من أجل أن يصور بأنه قد حقق إنجازا خارجيا ضد العدو الأول لإسرائيل وهو إيران هذا التصعيد قد يكون داخل الأراضي الإيرانية أو قد يكون خارج الأراضي الإيرانية ولكن المستهدف منه بطبيعة الحال هو إيران البعض يرى بأن العملية التخريبية الأخيرة التي جرت في بعض المراكز التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في إصفهان وأيضا حتى العمل الأخير أو العدوان الأخير الذي جرى في سوريا وهو بهذا الصدد بمعنى أن حكومة الاحتلال حكومة بن يمين نتنيهو قامت بهكذا إجراءات أو بهكذا أعمال عسكرية من أجل حرف الأنظار الداخلية ومن أجل حرف الأنظار عما يعانيها العمق الإسرائيلي من حرب أهلية أو بالاضطراب من حرب أهلية كما يتم ذكرها الآن في الأوساط الإعلامية وبالتالي توجيه الاهتمام بأن حكومة بن يمين نتنيهو هي حكومة قوية أن إسرائيل ليس بها أي شيء وأن لا تزال على قوتها المعهودة ولكن البعض يرى هنا في إيران بأن هذه المحاولات التصعيد التي قد تحدث خلال الفترة القادمة مصيرها الفشل كما هي المحاولات الماضية التي قامت بها إسرائيل أو حكومات الاحتلال السابقة إذن ناصر نبني على هذه النقطة التي تحدث عنها مالك ونقاط أخرى أيضا في التصريحات الإسرائيلية في الممارسات الإسرائيلية سواء الآن لزيادة حالة الإجرام ضد الفلسطينيين سواء في السجون الإسرائيلية أو حتى في زيادة الارتكابات الوحشية في فلسطين والشق المتعلق والتصريحات منه ما صدر من بن يمين نتنياهو في الرد على كلام السيد ومحاولة طمأنة الداخل الإسرائيلي في هذا الشق هل فعلا أثر هذا الكلام على الداخل الإسرائيلي طمأنه؟ لا أولا ليس من يبث طمأنينة للجابة الداخلية الإسرائيلية هو نتنياهو بل من يتسبب بالقلق هو نتنياهو سبب القلق سبب الانقلاب على جهاز القضاء الاستعماري الإسرائيلي وهو قضاء عنصري بالمناسبة سبب التوتع سبب الانقسام هو نتنياهو عين نفسه هو مثل رخيص يعني هو عين نفسه أنه يريد أن يبث الطمأنينة ما حد سأل رأيه من الإسرائيلين يتظاهر مئة الألاف ضده وهو يتحدث وكأنه هو الحكم وهو الحكيم في إسرائيل ويريد وكأنه طرفين مختلفين المتشاجرين المتقاتلين أولا هو جبان على صعيد شخصي ويخشى الاغتيال يخشى أن يموت عبر ابنه يائير وعبرت زوجته عن هذا الموضوع أنه خايف يتم اغتياله كما تسبب هو بالاغتيال رابين في 1995 ونقطة ثانية أنه كل ما يحدث في إسرائيل هو عبارة عن ردة فعل على ما فعله هو بتحالفه مع اليمين الفاشي ومع ابن جبير وحراق المنطقة كلها بالتعقيب على نقطة مالك أنه ممكن نتنياهو يغامر عسكريا في إيران أو بحرب ضد الفلسطينيين أنا وقد أكون أنا مخفر أنا من الذين يتابعون نتنياهو منذ دخل عالم السياسة شخص جبان رعديد لا يجرع على خوط أي حرب لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية له هدف سياسي واحد هو البقاء في الحكم ويؤمن به الضربات وأن يهرب سريعا ويطلب من أمريكا التدخل لمنع ذلك الهدف الوحيد عنده هو البقاء في الحكم وليس الدخول في حروب وهو ليس جنرالا بل هو عاد إلى مهنته السابقة كما قال المحلل الإسرائيلي أمن أبرموفيش هو بائع كان ماركتنج والآن استطاع أن يسوق نفسه ماركتنج على الناخب الإسرائيلي وينجح يبيع الوهم ويقفض ثمن هذا المهم موسى سرور وراصر لحم ومالك عبد الطبخون معنا والآن ننتقل إلى فقرة وثيقة اليوم تقرير بعنوان لا أستطيع التنفس العرق والموت والشرطة البريطانية توصل فيه موقع إنكوست إلى أن الرجال من ذوي البشرة السوداء أكثر عرضة للوفاة متأثرين بعمف الشرطة في المملكة المتحدة التقرير مشاهدين كشف أن عائلات الضحايا من ذوي البشرة السوداء الذين يقتلون بسبب عنف الشرطة وعنصريتها لا يسمح لهم بمساءلة الشرطة عن سبب الوفاة وتظهر البيانات الرسمية التي لم يعلن عنها من قبل أن احتمال وفاة ذوي البشرة السوداء أكثر بسبع مرات من البيض بعد التعرض للعنف على يد الشرطة أو مواجهة الشرطة بالتحديد إسرى تطبيق تكتيك ضبط النفس من جانب الشرطة من البارز أيضا في التقرير غياب المحاسبة إذ لم تؤدي وفاة شخص أسود بعد حجز الشرطة له أو الاتصال به إلى تأديب الضباط بسبب العنصرية أو السلوك أو المستوى الجنائي ولم تنظر أي من عمليات المساءلة بشكل فعال أو جوهري في الدور المحتمل للعنصرية في الوفيات ووفق الموقع يؤكد محامون بارزون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا أن دور العنصرية لا يخضع لتدقيق نظام التحقيق الكافي بعد الوفاء الآن ننتقل إلى ملفنا الثالث حيث أشارت الصحف البريطانية إلى مسألة اختراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الأيرلندية بين لندن وبروكسل وصدى توقعات بدخول رئيس الوزراء البريطاني في مسار تصادمي مع التيار المتشدد داخل حزبه وعلى رأسه بورس جونسون المعترض على خطته الجديدة المعترض لإصلاح ترتيبات أيرلندا الشمالية تقرير لمساسرون المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن إيرلندا الشمالية في مراحلها الحاسمة أجواء إيجابية عبر عنها المسؤولون المعنيون بالملف الإيرلندي لسيما بعد جولة رئيس مجلس الوزراء البريطاني في بلفست فضلا عن اللقاءات التي جمعت سوناك برئيسة المفوضية الأوروبية على هامش قمة الأمن في ميونيخ الانفراجة في الملف الإيرلندي تتمثل في إدخال تعديلات على اتفاقية البريكزيت تتعلق بمرور البضائع إلى الشطر الشمالي لإيرلندا لقد أجريت محادثات إيجابية مع قادة الأحزاب الإيرلندية في شأن مسار المحادثات لحل الأزمة المتعلقة ببروتوكول إيرلندا الشمالية لقد بات واضحا أننا نريد إيجاد حلول للمشكلات العملية التي يسببها البروتوكول للأسر والأعمال في شمال إيرلندا الشمالية فضلا عن معالجة الجمود السياسي هناك نجاح سوناك في إبقاء المفاوضات سرية مع الأوروبيين حول إيرلندا أثر حفيظة زملائه في الحزب الحاكم في ظل تقارير أشارت إلى ليونة أوروبية في التعاطي مع حكومة سوناك قابلها تشدد من نواب حزبه وسط تقاريرا عن اعتراض نحو 100 برلماني من المحافظين يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء الأسبق بوري جونسون فضلا عن بعض الوحدويين الإيرلنديين لما وصفوه بتراقيع اتفاقية البريكزيت لم نطلع بعد على النص النهائي للاتفاق بشأن إيرلندا ومن الواضح أنه سيكون هناك نقاشات أخرى بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي وأود القول أن هناك تقدما في عدد من القضايا لكن ما زالت بعض الأمور بحاجة إلى عمل أكثر أعتقد أن هناك تقدما كبيرا وأعتقد أن الصفقة ممكنة وضرورية جدا وأمل أن نرى خاتمة سريعة وناجحة للأمور حزب العمال مد يد المساعدة لسوناك بعد إعلان زعيمه كاريستارمر دعم حزبه في أي تصويت برلماني خطوة قد تمكن رئيس مجلس الوزراء من عدم استرضاء نوابه المتشددين سوناك الذي يريد إنهاء المسألة الإرلندية التي تسمم العلاقة ببروكسل يستطيع الاعتماد على أصوات نواب المعارضة لكنها خطوة تنذر بفتح معركة حول مستقبله السياسي في ظل احتدام الصراع مع متشدد حزبه موسى سرور لندن الميادين إذن موسى ما التقدم الذي أحدثته هذه المحادثات ما بين لندن وبروكسل على مستوى تسوية ملف إيرلندا الشمالية يعني واضح أن هذه الأزمة الإرلندية التي سممت العلاقة بين لندن وبروكسل منذ توقيع اتفاقية لبريكزيت في نهاية ديسمبر 2020 يبدو أنها في مراحلها الأخيرة بين لندن وبروكسل كما تعلمين أن إيرلندا لا تزال هي جزء من تطبق عليها القوانين الأوروبية هي لا تزال ضمن السوق الأوروبية المشتركة وهناك اعتراضات داخل إيرلندا بهذا الشأن وبالتالي بسبب هذه الأمور سعى ريش السناك إلى حل هذه الأزمة حتى لا تصل إلى حد الحرب التجارية بين لندن وبروكسل وبالتالي يبدو أن رئيس الغزراء كان يفاوض سراً الأوروبيين حول هذه المسألة وقبل يومين ذهب في جولة إلى الإيرلنديين ويبدو أن الانتباعات كانت إيجابية جداً مع كافة الأحزاب الإيرلندية وهذه التقدم الذي أحرزه مع الأوروبيين يتمثل بفتح قنوات أو إرساء قنوات خضراء وحمراء من البضائع المتجهة من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية ومن ثم إلى إيرلندا هذه التعديلات الإجرائية الإدارية التي قد تطرع على اتفاقية بريكزيت هذه حلول برغماتية توصل إليها الجانبين الأوروبي والبريطاني هذا التقدم ربما قد يصطدم ببعض الأمور العالقة وهي المتمثلة بصلاحية المحكمة الأوروبية في إيرلندا الشمالية يبدو أن هذه المسألة هي المسألة العالقة الآن بين الحكومة البريطانية والأحزاب الإيرلندية لسيما الحزب الوحدوي الديمقراطي ناصر هل تفتح أوروبا ملفاتها من جديد؟ هل يتم نكأ جراحات الحرب العالمية الثانية؟ كنت أشعر بالسعادة حين أشاهد المجتمع الأوروبي الغربي يتقدم نحو المساواة وحفوق الإنسان ويعطي نماذج بعيدة عن الصراع وخصوصا أنه خاض حربين عالميتين قتلت 75 مليون شاب في مقتبل العمر لكن أضم صوتي إلى صوت خداسة البابا الذي أرى عن خشيته أن تعود أوروبا لتصبح مقبرة كبيرة السبب الوحيد في كل الأزمات هو العقلية الاستعمارية هناك ربيب الاستعمار البريطاني وقادر على المشكلة الإيرلندية إيرلندا قضية عادلة إيرلندا شعب عانى وتضامن وعاش مع حركات التحرر العربية كل حركات التحرر العربية تتضامن مع إيرلندا وشعبها ونضالها من أجل المساواة والخروج من تحت نير الاستعمار السؤال نظرياً هل يمكن حل القضية الإيرلندية؟ نعم بالعدل والمساواة هل يمكن تأزيمة؟ قبل أن تتدهور وبالتالي يمكن أن تعود قضية إيرلندا الذين يحملون عقلية استعمارية في لندن ليفجروها نحو الأسود موسى هذا يضعنا أمام السؤال عن العقبات التي يمكن فعلياً أن تكون حاجزاً في التوصل إلى خطة جديدة لإنهاء هذه الأزمة الإيرلندية يبدو أن هناك تريض حكومي كان من المتوقع أن ينشر أو تنشر الحكومة تفاصيل هذه التسوية الجديدة بين لندن وبروكسل ولكن يبدو أن هناك أصوات معارضة وصلت إلى رئيس الوزراء البريطاني وتريث في نشره وبالتالي التصويت حول هذه التسوية في مجلس العموم وبالتالي يعد هذا الأمر عقبة أساسية أمام ريشي سوناك لأن هذا الأمر مرتبط بمصيري ومستقبله السياسي ريشي سوناك جاء كما أعتقد أنه جاء معيناً أن اليمين داخل حزب المحافظين هو من عين ريشي سوناك لأنه لم تجري هناك انتخابات وبالتالي هو مستقبله السياسي مرهون بهذا الطيار المتشدد وبالتالي هناك مخاوف من أن لا يتقدم ريشي سوناك وبالتالي نشر هذا الاتفاق في مجلس العموم البريطاني بسبب هذا الطيار المتشدد المسألة الثانية وذات الأهمية هي ذات أهمية التشريع الذي نوقش في البرلمان وهذا التشريع الذي يخول الحكومة البريطانية والذي تقدمت به ليستراس رئيسة الوزراء السابقة الذي يخول الحكومة البريطانية للانسحاب الأحادي من الاتفاقية بريكزيت هناك تسريع للنشر هذا الاتفاق حتى يكون عقبة أمام رئيس الوزراء الجديد والمسألة الثالثة وهو وإن حصل ريشي سوناك على تأييد من البرلمان بسبب أصوات التي ربما قد تمنحه المعارضة الطيار الوحدوي أو الطيار المؤيد للمملكة المتحدة ربما قد يبقي الأزمة أو يبقي الجمود السياسي في إيرلندا الشمالية هناك جمود سياسي في إيرلندا حيث اشترط هذا الحزب عدم المشاركة في أي حقومة في إيرلندا حتى يتم تسوية الأزمة أزمة البريكزيت موسى وناصر ومالك شكرا جزيلا لكم فاصل نحلل بعده قضية اليوم من جديد مرحوة بكم للبحار دور كبير ورئيس في تبلور الواقع السياسي العالمي بعنوان الجغرافية السياسية مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحدثت عن خمس بحار في العالم كانت ولا تزال على مدى التاريخ ساحة حروب دموية ونزاعات وصراعات مؤثرة جدا في العلاقات الدولية هذه البحار يستعرضها لنا الزميل حبيب عز الدين موسيقى مرحبا بكم خمسة بحار تشكل الجغرافية السياسية في العالم هكذا عنوانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا بحثيا تتحدث فيه عن بحار شهدت على مر السنين نزاعات ومعاركة ونهايات مأسوية لمهاجرين وسوى ذلك من الأحداث التي أثرت في الواقع السياسي والعلاقات الدولية أولا البحر الأسود تؤكد فورين بوليسي أن هذه المياه كانت أكثر البحار دموية في العالم منذ الحرب الباردة وقعت على ساحله أو قربه عشر حروب الأخيرة الحرب الأوكرانية تعبر المجلة بالقول أن ذلك ليس مفاجأة فالبحر الأسود تلتقي فيه قوى كبيرة كروسيا وحلف الناتو على رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ثانيا بحر الصين الجنوبي في هذا البحر تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية بعمق يرى قادة الولايات المتحدة أن الحفاظ على حرية البحار أمر ضروري للإزدهار والأمن الوطنيين وبذريعة ذلك خاضت واشنطن حروبا خارج حدودها فورين بوليسي ترى أن المطالبات الصينية حاليا في البحر الجنوبي من المحيط الهادئ تهدد التزامات الولايات المتحدة ثالثا البحر الأحمر كيف أصبح هذا البحر فخا؟ تقول المجلة أن الاستعمار خلق الفوضى في البحر الأحمر من ناحيتين الأولى قيام الحكام الأوروبيين بتقسيم المنطقة إلى خاليط من دول شديدة العسكرة وتسعى للمحسوبية والتنافس الثانية من خلال زرع بذور الانقسام المدني والنتيجة قلب شامل لثقافة سياسة المنطقة وعلاقاتها الدولية رابعا بحر البلطيق وعنوان هذه الفقرة حلف الناتو مكشوف بشكل خطر في بحر البلطيق تلفت المجلة إلى أن ليس هناك مكان تتعرض فيه صدقية الولايات المتحدة وحلفائها لخطر أكثر من منطقة بحر البلطيق الذي تحيط به ثلاث دول أعضاء في الناتو هي إستونيا ولاتيفيا ولتوانيا ومحيطة بروسيا وبيلاروسيا العدوين للغرب الأطلسي خامسا مشاهدين بحر الأبيض المتوسط وأزمة الهجرة غير الشرعية هي الأسوأ هنا تضع المجلة الهجرة التي تجري في البحر الأبيض المتوسط كأحد أهم العوامل التي تساهم في تشكيل الجغرافيا السياسية وتتحدث عن تعقيدات نظام الهجرة الدولية والتناقض الذي ظهر في الدول الأوروبية في التعاطي مع اللاجئين محلل الميادين للشؤون الدولية أو للشؤون العسكرية والأمنية شارل أبي نادر بطبيعة الحال سأبدأ معك هذا النقاش ومن الناحية العسكرية البحثة جميعنا يعلم بأنه دائما الحروب هي في جزء كبير منها تنازع على المساحات المائية والموانئ لماذا تتسابق كل الدول الفاعلة والعظمى لتوسيع تواجدها وبسط نفوذها على البحار بشكل عام وعلى البحار الخمسة التي ذكرت في هذا العرض بشكل خاص مساء الخير البحار بشكل عام فوتون هي مسرح لانتقال وتمركز الكدرات البحرية حاملة الطائرات السفر الحربية المدمرات الطردة وهذه الكدرات البحرية هي الزراعة الأساسية أو الكوة الضاربة لكل الجيوش تقريبا بما زل عن الكدرات البحرية أو الكدرات الأخرى أيضا هناك أمكانية لمناورة هذه الجيوش عبر البحار لأنها غير القواعد العسكرية السابتة التي تكون مقيدة في جغرافيتها بينما يكون هناك حاملة طائرات مثلا تستطيع أن تشكل قاعدة حاملة طائرات أو قاعدة عسكرية متحركة في كل هذه البحار هناك أمكانية أيضا للتدخل عسكريا من كل البحار في عمليات خاصة على الدول المحيطة على الدول الشاطئية مع البحار تخليص رهائن مساعدة أنظمة أو الإطاحة بأنظمة كل هذه النقاط أو الملفات يمكن أن تستعمل من البحار أهميتها أيضا هذه البحار أو البحار بشكل عام مقارنة مع المحيطات أنها المسافات هي بسيطة يمكن التدخل بسرعة غير المسافات داخل المحيطات الكبيرة مثل المحيط الهادي مثلا أوليندي تتكلم عن ربما ألاف كيلومترات بينما داخل البحار هناك تحرق بسيط لا يتجاوز المئات كيلومترات ويتم التدخل لهذه الدول البحار الخامسة التي نتكلع عنها طبعا الملفات الأكثر حساسية اليوم والأكثر حرارة هي الدول ملفات المعنية بالدول التي هي تتوجه لهذه البحار ملفات الصراع الأوروبي أو الغربي الروسي الأطلسي ملفات الصراع لاحقا أيضا في شرق أسيا وملفات الشرق الأوسط تقريبا بين البحر والأحور المتوسط من هنا تأتي آمية بالتحديد هذه البحار من الناحية العسكرية سنتقل لك سلام العبيدي ومن بعدك أيضا منذر سليمان لأنه يجب أن نقف فعليا ونرصد كيف تتعاطى دولتين كبريين في معسكرين مختلفين الآن مع موضوع البحار وهنا أبقى معك سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو نسأل عن أهم بنود العقيدة البحرية الروسية مساء الخير فتون لك والزملاء والمشاهدين الكرام طبعا روسيا بصفتها واحدة من كبريات الدول العظمى البحرية يجب أن تكون لديها عقيدة بحرية وهذه العقيدة موجودة بالفعل يعني منذ القدم ونظرا للتطورات الأخيرة والتهديدات الجديدة تم تجديد هذه العقيدة وتبنيها في منتصف العام الماضي أي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نظرا للكثير من التهديدات التي تشمل أيضا المصالح البحرية الروسية لذلك في هذه العقيدة هناك الكثير من البنود والأولويات والقضايا الأساسية التي تتعلق بالأمن الروسي فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالبحار الروسيا كما قلت من الدول البحرية العظمى يشاطئها محيطان واثنى عشر بحر بالإضافة إلى بحر قزوين الذي يعتبر بحيرة داخلية لكن مع ذلك أيضا يعتبر من البحار فلذلك في أولويات العقيدة البحرية الروسية هو تأمين أولا المصالح الروسية هذه المصالح هي تجارية واقتصادية وأيضا هناك مصالح استكشافية جغرافية تتعلق بالبعثات والرحلات الاستكشافية الجغرافية ولكن في مقدمة كل هذه الأمور تأتي على القضايا التي تتعلق بالمصالح القومية أي حماية المحيط الروسي والدفاع الروسي من كل تهديدات قادمة من البحار وهنا بالمناسبة أساسي يجب أن نذكره هو أن ما جرى في ما يتعلق بالسيل الشمالي وتفجير خطي الأنابيب هناك وهذا أيضا حماية هذه الخطوط أيضا يأتي في سياق العقيدة البحرية الروسية ولذلك هذا يعتبر أيضا من أنواع التهديدات التي تتعرض لروسيا وتحاول أن تدافع عنها ولذلك كما تقول الكثير من التقارير الأخيرة روسيا سترد على هذا العمل الإرهابي الذي طال هذه الخطوط وهذا يكشف أيضا في جزء من هذه النقطة أهمية هذا التنافس والتصارع في موضوع البحار ما بين دولتين كروسيا والولايات المتحدة وهنا محلق الميادين للشؤون الدولية والستراتيجية منذر سليمان ماذا يكمن وراء التركيز الأمريكي على تفوق قواتها البحرية ونشرها لحاملات الطائرات على أساطيرها البحرية الموزعة حول العالم تطلق الولايات المتحدة على حاملة الطائرات لها وهي لديها 11 حاملة الطائرات بأنها 100 ألف طن من الدبلوماسية طبعا هذا في أوقات السلم ولكن طبعا الاستراتيجية الأمريكية الكونية تعتمد على هذا التموضع والانتشار العسكري البحري الواسع للولايات المتحدة في ظل ميزانية ضخمة لا تضاهيها أي ميزانية بالعكس ميزانية ربما العديد من الدول المجتمعة لا تصل إلى ميزانية الولايات المتحدة في أوقات السلم الاستراتيجية الأمريكية أصلا هي تنطلق من السيطرة على عقد التجارة العالمية وهناك كما نتحدث عن خمس بحار يمكن أن نتحدث عن خمس مضائق استراتيجية عالمية هي تشكل عصب التجارة العالمية يمكن أن نبدأ بمضيق هرمز معروف مضيق باب المندب مضيق جبل طارق مضيق البوسفور ومضيق ملقة بين المحيطين الهندي والهادئ وبالتالي الولايات المتحدة وزعت أساطيلها البحرية لكي تكون في أوقات السلم قادرة على التحكم في التجارة العالمية والسيطرة عليها وفي نفس الوقت الاستعداد في حال نشوب حرب للتمكن من التحرك العسكري السريع خاصة بوجود حاملات الطائرات التي يمكن أن تدخل بسرعة سأعود لك من جديد شارل أبي النادر أي رابط ما بين جغرافيا هذه البحار المذكورة وما بين الملفات الأكثر حساسية اليوم على مستوى العالم هناك رابط متبادل تقريبا أحيانا من ضمن هذه البحار الخمسة التي نركز عليها اليوم فطون هناك بحار هي المهمة أكثر من الدول المحيطة بها أو أكثر من الملفات نتكلم مثلا عن البحر الأحمر وعن بحر الصين الجنوبي بمعزل عن أهمية مثلا ملفات بحر الصين الجنوبي أو الخليفات على الجزر الأهمية الموضوعة هي الأهمية الأساسية هي في أن يكون هناك تواجد وانتشار دائم وحركة تحرك بحري دولي للكوة الكبرى عبر بحر الصين الجنوبي بمعزل عن الملفات لذلك تخلق هذه الملفات لخدمة التواجد أو لاستغلالها لكي يكون هناك تواجد في البحر بينما على العكس مثلا في الملفات الأخرى بحر الأسود مثلا ليس مهما بشكل كامل الملفات الدول التي على هذا البحر هي المهمة نتكلم عن الصراع الرئيسي الأساسي اليوم بين الغرب وبين روسيا ونتكلم أيضا تاريخيا عن تركيا عن دول الكوقاز كل هذه المناطق هي ملفاتها هي الأساسية لذلك يتواجد أو تتواجد القوة الكبرى في هذه البحار لكي تضغط أو تؤثر في هذه البلفات البحر الأبيض المتوسط أيضا هناك ازدواجية في هذا الموضوع هو يتأثر بالملفات والملفات تتأثر به السبب الرئيسي أنه يجمع بين ثلاث قرات بين سواحل الأسيا الغربية وبين كل السواحل الجنوبية الأوروبية والمناطق الأفريقية الشمالية من هنا تأتي عميته في هذا المجال سلام ما هي أولويات روسيا في هذه المسطحات المائية الخامسة طبعا وفق العقيدة البحرية الروسية فأن هذه المسطحات المائية كلها مهمة وأهميتها هي متدرجة بين استراتيجية قصوى مثل البحر الأسود وبحر البلطيق وأيضا مهمة جدا وأيضا بطابع استراتيجي مثل البحر الأبيض المتوسط معروفة قصة روسيا وصراعها التاريخي من أجل الوصول إلى المياه الدافئة عبر المضائق من انطلاقها من البحر الأسود وصولا إلى بحر الأبيض المتوسط في العقيدة الجديدة أيضا البحر الأحمر أيضا أصبح من الأولويات ونعرف أنه روسيا في الآونة الأخيرة تقوم باتصالات مع دول في تلك المنطقة خاصة السودان من أجل بناء قاعدة بحرية هناك لذلك كل هذه البحار لها أهمية استثنائية بالنسبة لروسيا بحر الصين الجنوب أيضا لأنه هو جزء من المحيط الهادئ والآن نرى أن الصراع أيضا مستقبلا سينتقل إلى تلك المنطقة لذلك لهذا البحر أهمية لكن كما قلت الاستراتيجية الأساسية لروسيا هما بحر الأسود والبحر البلطي منذر هل تشكل منطقة بحر الصين الجنوبي الآن المرشح الأول لنشوب نزاع عسكري ما بين الصين ما بين بكين وواشنطن هي مرشحة ولكن في تقديري ربما لا يكون بحر الصيني هو المرشح الأول قد ينافس البحر الأحمر وممكن نتحدث عن هذا الأمر لاحقا في الأسطول السابع الأمريكي المتواجد بشكل أساسي في اليابان وفي كوريا الجنوبية يقوم بدوريات من وقت لآخر بسفن عبر البحر الصين الجنوبي وكنت أشرت إلى موضوع المضائق موضوع مضيق ملقة يعني 25% من التجارة العالمية تمر منه وحوالي 100 ألف سفينة تمر وبالتالي الصين هي تعتبر بحر الصيني الجنوبي هو من ضمن سيادتها إذن ما هو مرشح أنه في ظل هذا التوتر القائم بعض المنطاد وغيره أن يكون هناك بعض السفن الحربية والتي دائما تنتقدها الصين السفن الحربية الأمريكية التي تمر في البحر الصيني الجنوبي قد تشكل عامل إن كان عن طريق التعمد أو بطريق حادث معين قد تشكل شرارة لاندلاع اشتباك بين الطرفين بأقل من دقيقة شارلبي نادر من بين هذه البحار الخمس أي المرشح منها أكثر الآن على صعيد التنافس المتصاعد ما بين الدول الكبرى ننطلق من ملفين أساسيين مستقبلاً الملف الاستراتيجي أو صراع استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والين الصين والملف الآخر الاقتصادي والذي هو مشروع الحزام والطريق انطلاق من هذا الموضوع أنا بتقديري سوف يكون للبحر الأحمر وامتداداً إلى المتوسط البحرين وكأنه ممتداد مرتبط ببعضه الأهمية المرتقبة مستقبلاً من الناحية العسكرية استراتيجية نقطة وصل بين أوروبا وسواحل أمريكا الشرقية وبين الصراع الرئيسي الأساسي باتجاه شارك أسيا وأيضاً نقطة وصل أساسية في مشروع الحزام والطريق الصين أيضاً بأقل من دقيقة سلام من أي جهة تنتظر موسكو الخطر الأكبر على أمنها ومصالحها القومية وكيف تواجه ذلك؟ تقرير الفورين بوليسي يعكس وجهة نظر أمريكية وجهة النظر الروسية تختلف روسيا لديها خمسة أساطيل وهذه الأساطيل هي البلطيق البحيط الهادئ بحر الشمال وبارينس البحر الأسود لذلك العقيدة العسكرية الروسية وكيضاً الأخطار تراها روسيا تأتي من تلك المناطق تحديداً وبالمناسبة أسطول بحر الشمال أو أسطول الشمال الروسي الذي أيضاً يتضمن بحر بارينس هو أقوى الأساطيل الروسية ويملك أكبر عدد من الغواصات النووية لذلك تلك المنطقة تعتبر من المناطق الأكثر تهديدة بالنسبة للأمن القوم الروسي بالإضافة طبعاً إلى البحر الأسود وبحر البلطيق الذي يحاول الغرب تحويله إلى بحير الناتو لذلك الأولويات الروسية واضحة هي تتعلق بالبحار والمسطحات المائية التي تحيط بها بشكل مباشر طيب منذر أيضاً بأقل من دقيقة لماذا رشحت البحر الأحمر ومضيق باب المندب بأن تكون النقطة الساخنة التالية في الأولوية مع التأكيد على الارتباط بين المتوسط والبحر الأحمر البحر المتوسط سيكون في موضوع الطاقة موضوع القرصنة موضوع الهجرة غير الشرعية وغيرها أسباب يمكن أن تؤدي ولكن في البحر الأحمر هناك توترات حقيقية تجري في البحر العرب وخليج عدن وغيره يتعلق باستهداف سفن نتذكر حرب الناقلات نتذكر ما جرى منذ أيام باستهداف ناقلة مملوكة للكيان الإسرائيلي إذن استنفار بحري إسرائيلي في تلك المنطقة توسع لإسرائيل في العديد من المناطق في جبوتي في أثيوبيا في كينيا لديها قواعد عسكرية حتى لديها كان هناك قوة عمل قوة مهام مشتركة لتابع الأسطول الخامس 153 هذه المهمة متخصصة في البحر الأحمر بسبب الحرب اليمنية الحرب السعودية على اليمن وبسبب أيضا التوتر الذي يمكن أن ينشأ بين الولايات المتحدة وإيران بين الكيان الإسرائيلي وإيران يمكن أن تكون مرشحة أكثر للانفجار بسبب حوادث متعمدة أو بسبب حتى الغواصات الإسرائيلية والغواصات الإيرانية تتحرك في نفس المنطقة ويمكن أن يحصل توتر مندر سليمان سلام العبيدي شارل أبي نادر شكرا لكم التحليلية انتهت دمتم سالمين اشتركوا في القناة